نروح لرفع الأثقال واللي منتخباتنا بتشارك فيها دلوقتي في السعودية كريم أبو كحلى يتوج بذهبيتين وبرونزية في منديار رفع الأثقال في المملكة العربية السعودية عايز أقول لكم أن كريم أبو كحلى بيلعب فيه وزن 96 كيلو يعني من أحد الأوزان التقيلة اللي العين بتحب تشوفها يمكن في الملاكمة ورفع الأثقال والمصارع والألعاب الفردية الوزن التقيل دايما تلاقي الجمهور بيحب يتفرج عليه حتى في الملاكمة الملاكمة كمان تلاقي الأوزان التقيلة زي مايك تينسون محمد عليك لاي اللعبة الكبيرة دي كان بتبقى أوزان تقيلة بتلاقي يعني يعني زي ما بيقولوا أوزان معروفة ومشهورة وسط الجمهور خلينا نشوف كريم أبو كحلى لعب منتخب الوطني رفع الأثقال حقق مدالتين دهب ووحدة برونزي في منافسات وزن تحت 96 كيلو جرام في بطولة العالم واللي بتتلاعب زي ما قلت لحضركم في المملكة العربية السعودية دي سور كريم أبو كحلى في الفترة من 3 إلى 17 سبتمبر اللي احنا فيه كريم جاب الدهب في منافسات النطر بعد ما رفع 213 كيلو جرام وده رقم عالي وكان محقق الفضة في منافسات الخطف بعد ما رفع 174 كيلو جرام وبكده ضمن الحصول على دهب المجموع بعد ما وصل المجموعه 387 كيلو جرام ألف وبروك يا بطل يعني ربع من ربعين مصر يعني وفي منافسات نفس الوزن قدر محمود حسني أنه حقق برونزية النطر بعد ما رفع 209 كيلو جرام قائمة منتخبنا الوطني بتضم سبع لعيبة وهما صار سمير طبعا أحد يعني أبرز ويعني ربعين في رفع الأثقال ويعني لعبة أولمبيات شباب وكأس علام لشباب ومدليات تحدث ولا حرك صارت تلعف وزن 76 كيلو جرام نعمة سعيد طبعا نجمتنا الكبيرة وزن 71 كيلو جرام حليمة عبد العظيم وزن فوق 87 كيلو جرام وكريمة أبو كحلى في وزن 96 كيلو جرام محمد حسني في وزن 96 كيلو جرام أيضا ياسر أسامة في وزن 102 كيلو جرام عبد الرحمن محمد في وزن فوق 109 كيلو جرام ويبيقود منتخبنا فنية كابتن علاء الدين حسن كامل ومعا عمر رمضان مدرب ومحمد حسني طاها مدرب برضو ومحمد عيسى النجار ومحمد إحسان سكتير عام للاتحاد الاتحاد إداري ودكتور مجد الصباغ طبيب للمنتخب طيب إحنا ليه مهتمين جدا برفع الأثقال وزي ما قلت لحضراتكم مش دايما إحنا بنجيب أخبار فرقنا فقط في نادي الأهلي طبعا كل الأولوية الفرقنا وأكيد بنجيب أخبارهم في البداية ولكن منتخبات مصر مهم جدا حتى لو اللعبة مش عندنا هتلاقي معنا الخماس الحديث ومعندناش اللعبة دي هتلاقي رفع الأثقال ومعندناش اللعبة دي المصارعة غيره 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 كل الألعاب اللي مصر متفوقة فيها واللي احنا متوقع أن احنا بإذن الله نجيب فيها مديلية ألمبية هتلاقي ليه مكان معنا دائم ريشة طائرة الجودو كل الألعاب المهمة جدا بالنسبة للمصر في باريس 20-24 اللي احنا خلاص سنة انت بتتكلم في بطولة باريس في سبتمبر القادم يعني احنا بتكلم في سنة فست شهور هنغمض ونفتح بعد الشتاء اللي جاي هتبتدي هتبتدي في شهر سبعة كمان يعني أنا آسف في شهر سبعة يعني احنا بنتكلم في عشر شهور بالزبط على المنديل يعني احنا بنتكلم يعني رمضان اللي جاي بعده احنا بنستعد لأولمبياد باريس 20-24 هنا عندنا ميزة كويسة جدا في باريس 20-24 ان الفاصل الزمني او خطوط الطول البعيدة عننا مزاي توكي احنا سفرنا كتير جدا وكان بعستنا بتعاني في الساعة البيولوجية وقلبها ولكن احنا باريس الموضوع في فرق ساعة او ساعتين بيننا وبينهم عشان خطوط الطول ولكن يعني ونفس الأجواء ونفس كل شيء فبتهيألي يعني انا كنت لعيب وعارف ان الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لنا ان اللعب يحس ان بلعب في نفس الأجواء نفس داكة حرارة نفس الساعة البيولوجية ما بتاخدش وقت عشان يتأقلم مهم جدا فانا ان شاء الله متفائل خيرا باريس 20-24 اتمنى ان شاء الله نجيب مدليات اكتر يعني احنا وقفين شوية عند خمس مدليات أولمبية اربعة محتاج ان نجيب 10-12-13 وفيه ألعاب منتظر متوقع لها مدليات يمكن احنا خسرنا السنة دي بكاراتي ادي مدليتين راحوا منك من البطولة اللي فات فريال أشرف وجيانا فاروق المدليتين بتاعتهم راحوا منك خلاص كاراتين مش هلعب السنة دي عندك بقى الامل في الخماسي عندك الامل في رفع الأثقال رفع الأثقال حل محل الكاراتين تعرفين رفع الأثقال كان فيه اقاف سنوي او اقاف سنين مش سنة وبعد كان ثلاث سنين باين ولا سنتين كان سنتين كان من خلال اتحاد الدولي عشان أزمة المنشطات اللي العيبة الحقيقة ورطت فيها بدون زنب حصل يعني او بدون وعي يعني مش بدون زنب والمنتخب كله وقف وده كان قصة كبيرة واتكلمنا عنها وازاي ان الاتحاد الدولي لما بيلاقي حالة او اتنين منشطات في منتخب مش ما بيهتمش بيعتبرها حاجة اسمها ايزوليت كيس يعني ايزوليت كيس وده على فكرة فلوسفية لازم نبقى عرفينها او ثقافة في كل المجالات بتتطبق يعني ايزوليت الكيس يعني حالة فردية فعنده لما بيلاقي حالة او اتنين او حالة معزولة يعني انما لما بيلاقي سبع او ست حالات منشطات دي بيسميها تحت او مصطلح هابت او عادة خلاص ده انت بدأت المنتخب يتأمو منهج بيبقى المنتخب او المسؤول الاتحاد المسؤول عن اللعبة دي هو اللي بيساعدها على انها تاخد منشطات من ايزوليت الكيس لهابت الفرق كبير جدا طخت خبطنا ايقاف سنتين خسرنا ربعنا في بطولة توكي اللي فات للأيقاف خلص دخلنا بدأنا نلعب بطولة عالم هو بنلعب بطولات عالم وراء بعض وان شاء الله نتأهل لباريس عشرين واربعة وعشرين احنا عندنا كده الكاراتي خرج داخلت ألعاب القوة تسور الناس في داخلت رفع الأثقال عندنا الخماسي الأخوان جندي وطبعا وبناتنا وشباتنا على مستوى عالي هنتكلم عن الجودو النهارده ممكن يحق لنا مديليا هنتكلم كمان عن السباحة ليه لا؟ ممكن نلاقي مديليا في السباحة وان لم يكن الأمر صعب ولكن ممكن نلاقي مديليا في السباحة عندنا الملاكمة كمان منتزلين منها مديليا عندنا مين تاني لألعاب أنا يعني يمكن مش حايز أنسى ألعاب القوة لو توفقنا في الرمح مثلا مع الجمل ولا يعني قدرنا نتوفق فيها ممكن أقول لكم إن إحنا يهاب عبد الرحمن إن أسف الرمح معلش يهاب عبد الرحمن أعذروني يعني يعني الواحد بيغطي ما شاء الله هو أكبر بيغطي بخمسة وعشرين لعبة وعشرين لعبة فممكن إسم ييجي على إسم طبعا أنا الجمع اللعب كبير الجلة برضو ممكن بيلعبه أو ممكن يتأهله في علعاب القوة ولكن أقصد أقول إن إحنا منتظرين مديليات عايزين نتحرك من خمس مديليات نطلع شوية في العاش عشر مديليات ناشر مديليا محتاجين نطلع شوية في الجدول وليه لا ليه ما نحلمش ولكن الحقيقة يعني اللي أنا شايف الرماية صحيح نسينا نقول الرماية عزمي بحلبة بطل عالم أو المصر أول لعب مصري في الألعاب كلها يتأهل اللومبيات كان عزمي بحلبة لا الرماية النهاردة لها ممكن يعني الأمال كبيرة على عزمي بحلبة لأنه خاصة نتأهل كبطل عالم في أحد بطولات العالم فهو قريب ليه لا ولكن اللومبيات شيء تاني وشيء مختلف منتخب كرة السلة خسر أول أمريكي قبل النهائي خرج من البطولة أنا عايز أقول لكم من دلوقتي من دلوقتي في أمريكا بيتكلموا عن منتخب الباسكيت اللي يروح أولمبيات منتخب رايح إذا ما بقولوا يأكل الأخضر واليابس رايحين ب12 لعيب الدريم تيم وعشان يدفعوا عن سمعة كرة السلة الأمريكية بعد ما هتزت في كاس العالم اللي فات اللي لقب بها ألمانيا في مفاجأة للجميع هو منتخب كويس بس الحقيقة ما كناش متوقعين ليه أنه يأخد كاس العالم صر بيأخذ التاني على ما أتصور على ما أتذكر يمكن أمريكا تالت كندا تالت أمريكا رابع يعني حتى أمريكا خسر تاتو الرابع اللي أصدق له لكم أنه أمريكا طبعا يعني أو اللعيبة كلها بيبقى الترجل بتاعها الأولمبيات لأنه ده أكبر وسام ممكن تتوسمه أو يعني يعني تعلقه على سدرك وهي مديليا أولمبيا منتخبات بتستعد نتمنى إن شاء الله في المنتخبات الجماعية ليه لا ممكن كورة اليد تحقق لك مديليا مش بعيد على فكرة البطولة اللي فاتكون قريبين جد ممكن تحقق لك برونز توصل فينال تاخد فضة ودي نقصة كورة اليد كورة اليد فضلها حاجة واحدة فقط وهي طبعا أنها تاخد مديليا أولمبيا